لا شك أن الخطوة المصرية في هذا الوقت بالذات لها أهمية بالغة كبرى في ظل استمرار العدو الصهيوني بالهجوم على رفح بالإضافة إلى أن مصر كأكبر دولة عربية لها تأثير كبير في العالم العربي والإسلامي في تعزيز هذه المواقف في محاكمة دولة الكيان الصهيوني ومحاكمة المجرمين للصهاينة في محكمة العد الدولية وفي محكمة الجناية مشكورة جمهورية مصر العربية أن تقوم بهذا الأمر ولا بد أن تؤذرها أيضا دول عربية أخرى من خلال تشكيل تحرك نقابات المحامي العرب ووزارات العدل كلها لا بد أن تتحرك حتى يكون جهد جماعي عربي أن تبدو الدول العربية أنها تتخذ موقف حازم في المسائلة الجنائية للكيان الإسرائيلي ولجرائمه لا يجب أن يهرب قادة الكيان من العدالة الجنائية الدولية ترجمة نانسي قنقر